الطب النفسي مر خلال تطوره بعدة مراحل وده بعد ما كان مجال خصب للاكتهاد الذاتي من الفلاسفة والحكماء ورجال الدين وطبعا في الفترات السابقة للتطور ده كانوا المرضى النفسيين والمرضى العقليين بيعملوا بدرجات متدنية جدا الحقيقة من الإنسانية وكأنهم مثلا مخلوقات مختلفة عن البشر أو كأنهم مجرمين أو حتى من أهل الكفر وأدباع الشياطين اتأسمت مراحل تطور الطب النفسي إلى أربع مراحل رئيسية وهم المرحلة الإنسانية والمرحلة التحليلية والمرحلة الطبية والمرحلة الفيسيو كيميائية ومنذ بداية الألفية الجديدة بدأت مرحلة خمسة وجديدة وهي مرحلة الهندسة الوراثية الجزائية المرحلة الإنسانية بدأت في القرن الثمنتاشر بظهور الطبيب الفرنسي فيليب بينيل واللي قدر أنه يغير من طبيعة التعامل مع المرضى النفسيين والعقليين زي أنه مثلا يفك الأغلال والسلاسل اللي كانوا بيطربتوا بيها المرضى دول قدر كمان أنه يقضي على المعاملة السيئة والمهينة وأنه ينشر مفهوم الوعي الحضاري في التعامل مع المرضى في القرن التاسع عشر ظهر سيجمونت فرويد العالم النمساوي الشهير واللي كان في الأساس على فكرة طبيب أعصاب واللي اعتمد في أبحاثه على محاولات تشريح النفس البشرية وفهم العوامل اللاشعورية في سلوك الإنسان من خلال تأسيسه لما يعرف بمدرسة التحليل النفسي ورغم أن كتير من نظرياته تم انتقادها بعد كده لتطرفها وبسبب أنه وضع فرضياته على أساس الشخصيات المرضية فقط وليس الشخصيات السوية وده اللي خلى بعض تلاميذه ينفصل عنه بنظريات مختلفة زي إدلر ويونج إلا أن أثره البالغ في التعمق في ألام النفس البشرية لم يسبقوا إليه أحد أما المرحلة الثالثة من مراحل تطور الطب النفسي فهي زي ما قلت المرحلة الطبية وكانت في أواخر القرن التسعة عشر واللي أسس لها العالم الألماني كريبلين واللي حاول يضع الطب النفسي في إطار طبي خالص بعيدا عن الإطار الفلسفي اللي كان سائد في الوقت ده والحقيقة إن وصل إلى تفسير كتير من الأمراض النفسية والعقلية المعروفة دلوقتي ووضع لها أسس طبية من حيث فهم الأسباب والأعراض والعلامات وتطورات المرض وطرق العلاج لكنه برضو أغفل حاجات تانية مهمة زي العوامل اللاشعورية والأسباب الإنفعالية الخاصة بالمريض واللي في حالات الأمراض النفسية بيكون لها أهميتها خاصة في الأعراض الرمزية واللي بتلعب دور مهم جدا في حياة المريض النفسي سواء حياته الخاصة أو العامة وفي الخمسينات من القرن الماضي ظهرت المرحلة الرابعة من مراحل تطور الطب النفسي وهي المدرسة الفيسيو كيميائية واللي من خلالها تم اكتشاف العقاقير المضادة للفصام ومعرفة مثلا إن عقاقير الهلوسة تسبب اضطرابات كيميائية داخل المخ واكتشاف إن النقص في بعض الموصلات العصبية فحاجة اسمها المشتبكات العصبية داخل المخ بتؤدي إلى مرض زي الاكتئاب واستمر التطور وابتدت الأبحاث توضح التغيرات الفيسيولوجية اللي بتحصل مع حالات الألأ والهلع والهستيريا والوسواس القهري وكمان تم اكتشاف إفراز المخ البشري لمادة الأفيون ده اسمه الأفيون الداخلي واللي له علاقة بالألم والإدمان بكافة أنواعه وحتى العلاقة بين الحالة النفسية للإنسان وجهاز المناعة وما زالت الأبحاث والدراسات مستمرة ولم ولن تتوقف طيب مين هو المريض العقلي؟ المريض العقلي هو اللي بيعمل سلوك يعني خلينا نسأل هل المريض العقلي هو اللي بيعمل سلوك يخلف تقاليد المجتمع مثلا؟ يعني خلينا نطرح كده شوية أسئلة معنا ولا المريض العقلي هو الشخص اللي بيفكر بطريقة تثور على أسس المجتمع؟ ولا هل هو الشخص اللي بيختل إدراكه وما يقدرش يميز ما بين الحقيقة والخيال؟ هل هو الإنسان اللي بيصبح أسير لأوهام وهلاوس وضلالات؟ هل هو الإنسان اللي بيتوقف عن التفكير والمشاعر وينسحب من العالم؟ هل هو الإنسان اللي ممكن يقتل أو يسلك سلوكيات شازة؟ هل هو الإنسان العدواني أو المخرب؟ الحقيقة يعني تساؤلات كتيرة التساؤلات دي بتعكس صعوبة التعريف خاصة مع اختلاف شكل وقيم مبادئ المجتمعات واختلافها يعني بينها وبين بعض وحتى اختلاف درجات القبول بين الناس وبعضهم في نفس المجتمع يعني تلاقوا فيه ناس يعني يقبلوا حاجة معينة وناس تانية لا تقبل وفي نفس المجتمع طبعا بخلاف أن فيه مجتمعات مختلفة بالكلية أو مختلفة تماما فيه مبادئها وقيامها ومورثاتها عن مجتمعات تانية علشان كده ووسط هذا الجدل والاختلاف في الآراء وجد أستاذنا الفاضل الدكتور العالم أحمد عكاشة في تعريفه أن المريض العقلي هو الشخص الذي أصيب بالاضطرابات في التفكير والسلوك والوجدان والإدراك مما أدى إلى تدهور شخصيته وتغييرها للدرجة اللي بقت تؤثر سلبيا عليه وعلى أسرته وعلى المجتمع اللي عايش فيه مما يجعل هذا الشخص يحتاج إلى العلاج وأكمل الدكتور عكاشة تعريفه العملي والجميل وقال أن المريض النفسي هو الشخص اللي بيبني قصور في الهواء وكأنه هو اللي بيبني قصور في الهواء أما المريض العقلي فهو اللي بيعيش بقى في القصور دي بمعنى إيه؟ بمعنى أن المريض النفسي يتميز بتغير في كمية الأعراض اللي بتخليه يختلف عن الإنسان السوي في الكم وليس في الكيف أما المريض العقلي فيتميز بتغير كيفي ونوعي مقارنة بالإنسان السوي وبالتالي بيكون تواصل المريض العقلي مع الواقع بشكل فيه اختلال واضح من حيث التفكير والإدراك والشخصية وبناء على تعريف المرض فلازم يكون كمان فيه تعريف للصحة النفسية بقى مش نقول ايه ده حاجة مهمة للصحة النفسية ايه هي بقى الصحة النفسية بعض المدارس وصفت الصحة النفسية بأنها التوافق والتآلف مع المجتمع في القيام بالمسئولية والإنتاج في حين رأيت بعض المدارس الأخرى أن الصحة النفسية هي القدرة على العطاء والحب والتضحية دون انتظار المكافئات في نفس الوقت اللي كان تعرفها عند بعض الاتجاهات التالتة يعني على إنها التوازن بين الغرائز والأنا اللي هي الذات والأنا الأعلى اللي هو الضمير ويرى مرة أخرى الدكتور أحمد عكاشا أن الصحة النفسية هي القدرة على التأرجح بين الشك واليقين بالشكل الذي يجعل التأرجح ده مصدر للمرونة عند الإنسان فلا يتطرف إلى حد الخطأ ولا يتردد إلى حد الإحجام عن اتخاذ أي قرار وبالتالي يكون عند هذا الإنسان التوازن والقوة اللازمة للانطلاق والخلق والتمتع والتكيف دي كانت مقدمتنا عن موضوع النهاردة موضوع النهاردة هنتكلم فيه بقى عن الإدمان كان لازم المقدمة دي لأن الإدمان يصنف ضمن يعني أمراض الطب النفسي ترجمة نانسي قنقر